النتيجة العامة هتكون متاحة على موقع اليوم السابع والموقع الأخرى المتعقدة معاه بدءاً من النهاردة السبت 6 أغسطس الساعة 12 زهراً طبعاً حضراتكم أنا عارف كلكم عاوزين تعرفوا النتيجة نستنى لحد الساعة 12 وندغط على الموقع أو غيره وإن شاء الله نعرف النتيجة النتيجة التفصيلية بقى اللي فيها تفاصيل المواد هتكون متاحة على موقع الوزارة برضو النهاردة السبت 6 أغسطس من الساعة 6 مساءً على الرابط الموجود قدام حضراتكم طبعاً عشان الناس هتحب تعمل تظلمات احنا قلنا قبل كده قلنا يوم 21 سبع الماضي إزاي نقدموا إيه الإجراءات بعد تقديم وبعد قبول الطلب كلها موجودة قدام حضراتكم وهنتحها تاني على موقعنا أهم نقطة أن التقدم بطلب التظلم يبقى بعد 48 ساعة من دلوقتي يعني إحنا النهاردة السبت بنتكلم على يوم الـ 2 8 أغسطس والمدة 10 تيام يعني من 8 لـ 18 المساحة أو الشباك الزمني اللي هنقدم فيه على التظلم وبعد كده تتقدم إلكترونياً على نفس الرابط بتاع الوزارة اللي بنجيب منه النتيجة وفيه رسوم بتتدفع وبعدين الوزارة بتبعت لكل من تقدم بتقوله إيه الخطوة الجاية ده من حيث التظلمات هنا نحب نشكر نحية يعني جيش مئات الألاف في وزارة طبيعة التعليم كان لهم دور في هذه الامتحانات في إدارة منظومة بالحجم ده ونشكر طبعاً يعني جهات كثيرة جداً تعاونت معنا أحب أشكر المركز القامي الامتحانات أهم بدور بطولي والتطوير التكنولوجي كذلك والسادة النواب وكل قيادات الوزارة وطبعاً وزارة الداخلية في المقام الأول وقوات مسلحة وزارة المال محلية السادة المحافظين وزارة العدل ناس كتير جداً 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 كلهم بيشتغلوا لمصلحة الولاد ولضمان التكافؤ الفرص ونزاهة الامتحانات ده اللي كلنا اشتغلنا عليه فحب أبارك لأبنائنا وأولياء أمورهم حصولهم على تعلم جيد في كل أحوال وفي نفس الوقت إن شاء الله تحقيق أحلامهم في التعليم الجماعي وشكراً جزيلاً